مساء الخير لما المواطن يحس أنه مظلوم في البلد وأن العدالة الاجتماعية مختلة مينونة يقل الولاء ممكن أحد يقولي لما تصير بعض الجهات الحكومية ومراكز انتخابية ومراكز المصالح الخاصة وتصير وتصير الشركات الحكومية الخاصة مراكز انتخابية ويتم تعين المفاتيح الانتخابية فيها وربع الدوانية وربع الشلة في مراكز مهمة من أجل ضمان الأصوات الانتخابية القادمة ومرور المصالح وين الولاء وين العدالة الاجتماعية هذا الظلم بعينه وعلمه ونقول للمواطن بشد الحزام لما توزع القسائم الزراعي على الشلة على الشلة والمسؤولين وين العدالة الاجتماعية وتابون تقنعون المواطن بشد الحزام وصعب هالقسيمة يروح يبيحها بربع مليون ونص مليون لما اليوم المسؤول وإخوانه وربعه وسكرتيرت الخاصة يستلمون قسائم زراعية وتنباع بالآلاف وين العدالة الاجتماعية وتابون المواطن يشد الحزام أحد المسؤولين اللي حول البطانة يمتلك أحد البطانة يمتلك اثنين وعشرين قسيمة زراعية لأنه من أصحاب البطانة حول الكراسي الوثيرة ونقول للمواطن شد الحزام لما المسؤولة تعطي زوجه وأبوها وأمه وأخوها قسائم زراعية ببلاش ونقول للمواطن شد الحزام لما المسؤول بهالبلد يطبق القانون ويقول للغلط انت غلط مصير التقاعد وينشات بره الكرسي لأنه نظيف أما المسؤول الحرامي ينحط على الرأس وين باس رأسه ويصير عم وين قال للمواطن شد الحزام الفساد الإداري صار لا يطاق بالبلد وصار مسؤولين بالدولة يرشون مسؤولين بالدولة وصار تشلال إدارية في الحكومة تنفع بعضها ويقولوا للمواطن شد الحزام شد الحزام وضحي يا مواطن لو فتحنا الملفات كان نشوف بلاويين معظم مسؤولين الدولة الكبار يمتلكون شاليه وياخور وقسيمة زراعية وصناعية وشركاتهم تبلع المناقصات وين قال للمواطن شد الحزام حرام سياسة شد الحزام مقابل كل يتنفع حسب القانون الكبار ولكل ياكل حسب قانون الكبار لأن الببس القانوني يضبط المسائل وقانون الكبار ما يعرف إلا المواطن صاحب شد الحزام بس أحزامه مولي مخلبص الغريبة يطلعون أصحاب اللهط أصحاب التيارات بعض التيارات السياسية تغنون جدامنا بالوطنية وبحب الوطن والدفاع عن المال العام وللأسف إن كلهم والمواطن يدفع الثمن والمواطن مطلوب بنا يشد الحزام عشان ننطق سلام شي بطل شد دعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال